ما ان ظهرت الصور الأولى لتقديم سيف الإسلام القذافي أوراقة رشوحه للانتخابات الرئاسية حتى توالت ردود الفعل الشعبية والحقوقية الرافضة والمنددة على الصعيدين الدولي والمحلي الجنائية الدولية كانت أولى المعلقين وفي تصريح خاص لليبيا الأحرار أكد الناتق باسمها فادي العبدالله أن الوضع القانوني لسيف الإسلام أمام المحكمة لم يتغير وأن أمر القبض الصادر في حقه منذ 2011 ما زال ساريا حتى الآن وفي تعليق حقوقي آخر قالت مسؤولة الملف الليبي بهيومنرات سوتش حنان صلاح أن ترشح سيف القذافي لن يغير في الواقع شيئا كما طالبت في تغريدة لها السلطات الليبية بتسليم ابن القذافي لمحكمة الجنيات الدولية حسب نص قرار مجلس الأمن 1970 الخارجية الأمريكية أكدت موقفها القديم الجديد حول موقع سيف الإسلام في الخارطة السياسية الليبية القادمة حيث ترى واشنطن بوضوح أن سيف المعاقب أمريكيا والمطلوب دوليا على أنه مجرم حرب وأن العالم كله سيكون لديه مشاكل مع سيف إذا وصل إلى السلطة الردود المحلية الرافذة لترشح سيف الإسلام جاءت على أكثر من مستوى حيث وجه المدعي العام العسكري طلبا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف سير إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للرئاسة إلى حين امتثالهم للتحقيق في تهم موجهة إليهم القوى الثورية والشعبية في الزاوية وزلتين والزنتان هي الأخرى عبرت بوضوح عن موقفها الرافذ من ترشح ابن القذافي كما أكد مجلس حكماء وعيان مصراتة رفضه ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية محملا مسئولية انهيار المشروع الانتخابي لرئيس مجلس النواب وعدد من أعضائه الذين شرعوا لترشح المجرمين حسب وصفه إذن هي عقدة أخرى تضاف إلى المشهد السياسي المعقد أصلا في وقت يستمر فيه التحذير من الاستمرار في مصار الانتخابات الرئاسية بهذه الموطيات الأمر الذي سيفتح الأبواب على جميع الاحتمالات في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر